اعزائي طلبة وطلبات الصف الثاني الثانوي اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات اللغة العربية معكم أستاذ بلال عبدو كبير معلم اللغة العربية بالمنوفية على قناتكم المفضلة قناة مدرستنا مدرستنا دايما تبعها هتلاقي فيها التفوق والنجاح مدرستنا في بيتنا النهاردة ان شاء الله بإذن الله تعالى هناخد مع بعضنا درس من دروس النحو العربي طبعا تانية سنوي عندنا في الوحدة الاولى الفعل المدارع نصب الفعل المدارع طبعا يا شباب لو اتكلمنا عن نصب الفعل المدارع يبقى لازم الاول نعرف ان الفعل المدارع دايما معرب يعني ايه معرب يا شباب يعني يرفع وينصب ويجزم طبعا اكيد حضراتكم هتسألونك العادة هو انا باخد النحو ليه ايه اللي انا عاوز اطلع منه من الدرس ده بالذات اكيد يا حبيبي علشان تكون قادر انك تحدد ادوات نصب الفعل المدارع في اي مقال تقراه او في اي شعر تقراه كذلك علشان تقدر تتحدث باللغة العربية باجادة ايضا علشان تتعرف ادوات نصب المدارع في وتقارنها بادوات جزم المدارع في المستقبل وان تحدد الافعال المدارعة المنصوبة وتوظفة في خدمة المعاني توظيفا صحيحا تمام طيب احنا قلنا الماضي والامر مبنيان اي ماضي واي امر بنقول عليه فعل ماضي مبني على فعل امر مبني على يبقى الماضي والامر معروفين مبنيين اما المدارع دايما معرض لا استنى استنى رح فين؟ ما انا عارف انت لسه ايه اللي من شوية معرض لكن اذا اتصل بيه نون النسوة اكيد هيبقى مبني لما اقول البنات يكتبنا الدرس يكتبنا ده لا مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم امال ايه؟ ده مبني على السكون ولو اتصل بيه نون التوكيد هيبقى فعل مضارع مبني على الفتح اذا الماضي والامر مبنيان طيب الماضي قد يبنى على الفتح يبنى على السكون يبنى على الدم والأمر أيضا قد يبنى على السكون على حسب قد يبنى على الفتح قد يبنى على حسف النون قد يبنى على حسف حرف العلة تمام طيب يا شباب تعالوا عشان ما نضيعش وقتنا نقول ايه هي أدوات اللي بتنسب الفعل المضارع امتى اقول ان الفعل المضارع منصوب تمام؟ أيوة برافو عليك اللي انت كنت حضرتك واخده في المرحلة الابتدائية والإعدادية اللي هي أم لان كاي حتى لام التعليل ده اللي انت كنت واخده في الابتدائي والإعداد وكنت واخده غني صح كده؟ أم لان كاي حتى لام التعليل طب معانا حاجة جديدة السنة دي أكيد طبعا لام الجحود فالسببية تمام ما تيجو كده تعالوا نشوف التفاصيل بتاعتنا أدوات نصب الفعل المضارع ركز معايا حبيبي وحبيبتي الطالبة أدوات نصب المضارع أول حاجة ممكن تقابلني إيه أن طي أن احنا قلنا خلي بالك اسمها أن لأنه ممكن يجي لك وقولك إيه أن أن قال إيه أن الغلام من الألم أن لأ أن أنا بمعنى تقلمة يعني خلي بالك ممكن لو مش بتعرف تقرأ كويس حتضيع الدنيا يبقى أم ها دي من أدوات نصب الفعل المضارع اللي أحنا بنقول أنزقد المضارع اسمها المصدرية كلام جميل اتفضل عليك أن تذاكر من شاطر بقى من الناس اللي قاعدة قدامي تقول لي تذاكر تعريبها إيه تمام أحسنت يا سامح تمام تمام تذاكر فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة أحسنت قال له إيه مال إيه المثال اللي جاي ده عليك ألا تهمل ألا آه ألا ألا دي عبارة عن إيه شباب ألا دي عبارة عن أن اللي هي اللي بتنصب مع لا اللي بتمفي فلما بنضغمهم مع بعض تبقى ألا يبقى تهمل هنا فعل مضارع منصوب طب تعال بقى ما اختبر الزكاء كده ألا تحب الخير ألا تحب الخير أنا عارف ولا أنك بتحب الخير بس ركز حبيبي ركز ألا دي مش ألا تفرق طبعا ألا اللي وراها منصوب لكن هنا ألا عبارة عن إيه شباب عبارة عن همزة الاستفهام مع لا همزة الاستفهام مش ألا تمام يبقى هنا ده مش منصوب عشان ما تنخدعش يبقى تحب فعل مضارع مرفوة وعلامة رفعه الضمة أحسنت طيب من أدوات نصب المضارع أيضا لن ودي طبعا بتنفي للمستقبل كلام جميل ادي نمسا المجتهب لن يخيب المجتهب لن يخيب برافو برافو يا سلمة برافو عليك أحسنت يا بنتي يخيب فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة دي لان اللي بتنصب طب يالله وريني زكائك ايه كويس لا يا حبيبي دي مش لان دي مش لان دي لان أيوا ما احنا اتفقنا فهم المقروق في كل فروع اللغة العربية مش في القراءة والنصص فقط حتى في النحو دي لان هتقولي مش هيشكلها لي في الامتحان لا عارف ليه لأن تفز بين قدامك إن هي مجزومة عارف لو هي مش مجزومة هتبقى تفوز دي تفز تافز ده فعل مضارع مجزوم طب قال له ده إيه سبب جزمه هناخدها قدام دي لن لنفع لأمر يعني طلب واللي وراها واقع في جواب الطلب المحبب للنفس جائز الجزم كلام جميل أيضا من أدوات نصب المضارع كاي كاي بمعنى إيه بالعامية كده بالبلدي كاي بمعنى علشان طب أديني مثال تمام جئت كاي أجلس معك كاي أجلس معك يبقى آلان كاي حتى لام التعليل كاي من الأدوات اللي بتنصب يبقى فعل مضارع منصوب أحسنت يا ابني والله أحسنت ربنا يبارك فيكو جميعا طيب لام التعليل مالها أعرفها ازاي تمام لام التعليل أيضا من اسمها بتفيد التعليل علشان اديني مثال ذاكر لتنجح ذاكر عشان تنجح يبقى اللم لم التعليل تنجح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة دي برضو من بعض أدوات النصب هل دي بس؟ لا تعالوا معايا مرة تانية نكمل جدواننا ونشوف أدوات نصب المضارع حتى قدامك على الشاشة حتى حتى دي ايه؟ قال لي حتى بمعنى إلى أن إلى أن تمام أذاكر حتى أنجح يعني لغاية منجح يبقى هي تفيد الغاية وتفيد الهدف وأيضا تفيد التعليل تمام تعال كده أسافر حتى أستفيد ها؟ معنى ايه؟ بسافر في كل مكان عشان برافو عليك أحسنت حتى أستفيد يبقى استفيد فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة ركز معانا ما بتكتبش ليه ابني اكتب كل كلمة ورايا بعد إذن حضرتك تمام أيضا احنا بنقول إن حتى لها شرط بقى قاتل قاتل جدا ايه هو؟ قال لك حتى لابد أن تدل على اللي جاي أذاكره حتى أنجح أسافر حتى أستفيد في اللي جاي لكن السؤال بقى أو المثال اللي عندك ده بيقول ايه؟ غاب التلميذ حتى لا يسأله 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 معلمه طبعا أحسنتم برافو تمام تمام جيد بيقول هنا ما دلتش حتى على ما دلتش على الاستقبال ده بيقول ايه؟ غاب علشان ها ما سألوش يبقى ده في الماضي ولم يكن في المستقبل تمام يبقى الشرط ده مهم ويتسجله عندك يا ابن التوهي ايضاً ايضاً فاء السببية من ادوات نصب الفعل المضارع طيب فاء السببية دي اعرف فانين اولاً فاء السببية بيبقى مضارع بيبقى في فاء ولكن سبقى بحجم اللي اتنين يا ابنف يا اما بطلب مضارع في فاء قابله طلب او نفي مضارع في فاء قابله طلب او نفي ايوة كده طيب تمام صوتك عاجب عجبك طبعاً اكيد ما قصرته فاندم انا ما قصرتش عشان اندم يبقى ما هنا ما نافية طيب فاء الفاء السببية بمعنى علشان ما قصرته فاندم يبقى اندم انداما انداما فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة تمام والله يا شباب خد بقى كمان انا قلت مضارع في فاء قابله حاجة من الاتنين يا مضارع في فاء قابله نفي يا مضارع في فاء قابله طلب تعال نشوف كده الطلب زي ايه ها فاكرين الاسلوب الانشائي في البلاغة امر نهي نداء استفهام تمامي احسنت ده اسمه اسلوب انشائي في البلاغة اللي احنا بنسميه طلب والطلب زي الامر مثال على الطلب الامر ذاكر على مضارع منصوب وعلامة نصبي الفتحة مين كمان الاستفهام من اساليب اه الانشائية يعني طلب اديني مثال على الانشائي اتفضل هل تذاكر فتنجح اه عارف معنى ايه ممكن بعد اذنك تذاكر عشان تنجح ايوة انت اللي قاعد انت ايوة مش هي هي بتذاكر هل تذاكر فتنجح معناها ممكن تذاكر عشان تنجح يبقى الفاء هنا فاء السببية مترطبة على اللي قبلها وده حتة مهمة لازم اللي بعد الفاء الفاء اللي بعد الفاء يكون مترطبة عما ايه على ما قبله كلام جميل ايضا تمني التمني اديني مثال عليه ليت العلم ينتشر فيزول فيزول الجهل يبقى ياريت العلم ينتشر علشان يزول الجهل يبقى يزول فعله مضارع منصوب وعلامة نصبه ها الفتحة يا جماله ايه الحلوة دي يا شباب احنا معانا ناس زي العسر في عجس ما تترجي بترجى لعل تمام نضف لشغلنا ها نقوله ايه لعل الخير ينتشر فيزول الفقر يعني ياريت الخير ينتشر علشان يزول الفقر يبقى خلاصة الشريحة اللي قدامي واللي قبلها كنا بنقول ادوات نصب المضارع أن لن وعطي احفظ افهم افهم لأن لن كي حتى لام التعليل اه فاء السببية وكمان معانا حاجة اسمها لام الجحود لام الايه الجحود يا جاحد انت جاحد يا ولا عارفيني جاحد جاحدة بمعنى انكرة طيب يبقى لام الجحود بتعمل ايه بتنكر حاجة قبلها تعالا كده نشوف طبعا مضارع فيه لام قبله كون منفي كون مش عارف يعني كون طيب تمام يبقى مضارع فيه فاء خلي بالكو انا اسف مضارع فيه هنا فيه لام مضارع فيه لام تمام وقبله كون منفي اتفضل ما كان الجه لينفع تمام ما كان الجه لينفع لينفع يبقى ينفع فعل مضارع ماله منصوب وعلامة نصبه ها الفتحة طب لماذا لانها سبقت بلام الجحود طب ايه اللي عرفني عرفني ايه اني دي لام الجحود ما احنا عندنا انواع اللام كتير فيه لام التعليل ولام الامر ولام الجحود ولام القسم فيه انواع كتير ما كان الجه للياني انا قلت لام الجحود علشان سبقت بكون منفي طب يا الله وريني زكائك فين الزكاء بتاع الصبيان والبنات يلا انا سايب لك فرصة اهو تمام لا لا ينفعك مش دي مش لام الجحود يا حبيب هي منصوبة بس دي مش لام الجحود ودي جات ودي جات زيها السنة اللي فاتت لسنة تانية سنوي للنظام الحديث هنا بيقول لي ايه حافظ على ما كان يعني ايه حافظ على اللي على اللي كان معك يبقى ماهنة مش نافية ماهنة موصلية نعم تمام حافظ على ما كان معك ليه لينفعك يبقى اللام هنا ليست لام الجحود يا حبيبي امالي ايه ده هنا لام التعليل وإن اللي عرفنا هنا لام التعليل هنا بمعنى لأن علشان كلام يبقى ينفعك منصوبة اه بس بلام التعليل وليست لام الجحود معايا ضيق برضو حاجة اللي هي واو المعية يبقى يا شباب معانا حاجة أداة من أدوات نصب المضارع ألا وهي واو المعية معا واو المعية بمعنى ايه معا اسمع بقى وشوف واو المعية تكون بمعا بمعنى معا أن وتسبق بنفي أو نهي الدين المثال لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم عارف معنى ايه ما ينفعش تعمل حاجة وتؤمر الناس بحاجة وانت بتعملها طبعا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله يبقى منين بتنهى ومنين بتعمل يبقى اللي تنجم مع بعض يبقى الواو هنا واو المعية نصبة الفعل المضارع اللي هو تأتي تأتي كلام جميل تمام ايه ده انت عاوز تعرف العلامة دي ظهرة ولا مقدرة والحاجات دي حاضر ركز معايا الفعل المضارع لو أخره صحيح عارف يعني أخره صحيح يعني كده ما فيش حرف من حروف العلة في أخره تمام ترفعه بايه بالضم الهين الظهرة يبقى مرفعه علامة رفعه الضهرة يذاكر الطالب يقولن الرجل صدقا والفتحة أيضا منصوبة علامة النصب الفتحة الظاهرة لن يهمل الطالب لن يقول الرجل كذبا ويجزم كما تعلمون جيدا يجزم بالسكون لم يهمل هنا ساكن هنا ايه ساكن طي سألتني عن الفعل اللي أخره صحيح يرفع بايه وينصب بايه ويجزم بايه احنا قلنا يجزم بالسكون مش كده طيب ام يبقى دي علامات الاعراب بتاع المضارع الصحيح الاخر طيب تعالى نشوف علامات اعراب الفعل اللي أخره حرف علة اللي كتير مننا بيغلط فيها ركز والقلم والورقة في ايدك بعد ازنا حضرتك الفعل لو أخره حرف علة خدها كده قعدة ان الفعل لو أخره حرف علة اتضم مقدرة والفتحة مقدرة تمام بس حالة واحدة بس الفتحة بأزهر ايه هي لو أخره ياء اتنطقت ياء نطقة ياء زي لن يقش لن ايه هنا المنتهي بالفتحة اللي أخرها هي نطقة ياء لن يقضي ياء لن يقضي ياء لكن المنتهي بالألف فقط هي دي الفتحة مقدرة لن يسمو يبقى هين يبقى لو أخرها واو حرف علة واو نقول ايه الفتحة ظهرة طب لو أخرها حرف علة ياء نطقة ياء الفتحة ظهرة لو أخرها حرف علة ياء نطقة يبقى الفتحة مقدرة يا أستاذي تمام أما جزم الفعل المضارع اللي أخره حرف علة أكيد كلكم بسم الله ما شاء الله فعلا يبقى مجزوم وعلامة جزمه حزف حرف العلة في حاجة اسمها الأفعال الخمسة علامات إعراب الأفعال الخمسة خمسة لا مش خمسة خمسة طبعا يسمع كويس الفعل المضارع لو أخره واو الجماعة ألف الأسنين يا المخاطبة مالهم لما يكون مرفوعة أحط النون تمام يكتبون يكتبان تكتبين يا المخاطبة فلما يكون مرفوعة أحط النون يبقى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون طب منصوبة أو مجزومة أشيل النون لن يكتبوا لم يكتبوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حزف النون فعل مضارع مجزومه وعلامة جزمه حزف النون لتنين لم يكتبا فعل مضارع منصوب بحزف النون طب لم يكتبا فعل مضارع منصوب بحزف النون طب أتكلم على البنت أنت لم تكتبي فعل مضارع منصوب منصوب بحزف النون طيب أنت لم تكتبي أنت لم تكتبي فعل مضارع منصوب بحزف النون طب السؤال ده مخفيف هم لو سموها الأفعال الخمسة على الرغم من أنه هم تلاتة لأنها تصرف مع خمسة ضمائر إيه الخمس ضمائر؟ واحد أنتم تكتبون هم يكتبون أنتما تكتبان يلا هما يكتبان أنت تكتبين أحسنتم أحسنتم طيب احنا تكلمنا عن العلامات المقدرة علامات الأعراض تعالوا يا شباب نتكلم ونشوف فعلا أنا فعلا استفدت من الشغل بتاعنا ولا لا تدريبات وتطبيقات على نصب الفعل المضارع ركز بقى وحنشوف مين الناس المنتبهة اللي قعدة قدامنا يلا بينا وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها تمام أغض أغض ده ماضي ولا مضارع ولا أمر شوف أنت مع نفسك حتى يواري فعل مضارع مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم أشوف تعال نختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات اللي قدامنا أحسنت أحسنت الأولينية مضارع مرفوع وعلامة رفعه الدم الظاهرة أغض حتى يواري فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أيضا نشوف سؤال كمان تدري بتاني لا تحسب المجدة طمرا أن تآكله المجد مش هيجيلك بسهولة لن تبلغ المجدة حتى تلعق الصبر تمام لن تبلغ عاوز يعرف بقى مضارع منصوب ولا مرفوع ولا مجزوم ولو منصوب علامة نصبه إيه حتى تلعق عايزين نشوف يلا يا شباب ورون الهمة ها أنا شاف النهاردة بسم الله ما شاء الله الصبيان تمام أحسنتم تمام يبقى الإجابة فعلا رقم ديل فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة اللي هي لن تبلغ والثانية الإجابة الثانية حتى تلعق فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة سؤال آخر ليس عيبا أن تخطئ ولكن العيبة أن تصر على الخطأ اتفضل أن تخطئ يلا أن تصر مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة والثانية مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة الاختيار الثاني مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة وقال مين هيقول يا تمام أحسنتي دينة ممتازة دينة أحسنتي يا بنتي مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة والجملة الثانية مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة تعالوا نشوف سؤال آخر قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا فضل الإعراب ليقاتلونكم ويردوكم يردوكم أشوف الإعراب السليم أنا ساقب لك فرصة امسك الألم كده وقارن تختار إيه من المقارنة دي ألف أمباء أمجيم أمدال ها تمام تمام شايماء أحسنت يا شايماء برافو مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون يقاتلون يبقى النون موجودة مش النقاش يبقى ثبتة طيب يردوكم أصلها يردونكم فهنا عملنا إيه؟ حزفنا النون ولذلك بنقول الأولى مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون والثانية مضارع منصوب وعلامة نصبه حزف النون سؤال آخر لسا أيلين أما نشوف فقا نختبر الذاكرة بتاعت حضرتك انتو هي قال الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم ميز المضارع المنصوب في البيت السابق هل المضارع المنصوب اللي عندك فعلت تنهى تأتي عار حاول تكامسل كده أو تحزف الإجابات اللي انت حاسس إن هي ملهاش لازمة أكيد عار مش معنى دي اسم تمام طيب فعلت ده ماضي تنهى نقصة إيه يعني مجزوم يبقى المنصوب تأتي أحسنتم يا شباب بارك الله فيكم جميعا تمام السؤال الآخر قال تعالى ما كان الله ليضر المؤمنين على ما أنتم عليه هنا الفعل المضارع اللي تحته خط هل يترى مضارع منصوب بلام التعليل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أم مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون أم مضارع منصوب بلام الجحود وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أم فعل مضارع منصوب بلام الجحود وعلامة نصبه الفتحة المقدرة طب الأول نشوف هل هي فعلا لام تعليل ولا لام جحود اتفضل دي ايه؟ دي لام ايه كون اللي كان منفية يبقى دي لما الجحود اذا انا هحزف اجابة الف وبه اذا قدامي جيم ودال طب اراء هه بتاعت ياذر هنا عليها ضمة ولا فتحة ولا ايه بالزبط فتحة يعني ظهرة ولا مزهرة ظهرة يبقى نختار الاجابة رقم جيم احسنتم يا شباب قال الشاعر اتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد ان يتكلم ميز المضارع المنصوب في البيت السابق هل المضارع المنصوب في هذا البيت اتاك يختال كاد يتكلم مين جبها طب دور لعلى ادت نصب طيب حتى كاد بس كاد هنا ماضي ان يتكلم احسنت برافو عليك يبقى يتكلم فعل مضارع ماله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ايضا سؤال اخر منكد الدنيا على الحر ان يرى عدوا له ما من صداقته يلا تفضل معايا قل لي اصبت على مطرفعه اتضمت المقدرة هل هو فعل مضارع مبني على الفتح الاول حل للسؤال اللي قدامك يرى ده اللي تعتخط قبله ايه ان يبقى هاحزف الاجابة جيمو ده طب يرى حطيلي ضمة كده وانطقها يقول ها تقول يارو ينفع يارو اكيد لا يبقى ضمة هنا مقدرة يعني ايه مقدرة قلنا قبل كده ماينفعش انطقها يبقى الاجابة فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة السؤال بعد كده السؤال بعد كده يا شباب طبعا عمر ابن الخطاب كتب لأهل القدس في الكنيسة كتب لهم كتاب الامان لانفسهم واموالهم وكنائسهم وقال لا يكرهوا على دينهم وقال لا يكرهوا على دينهم السؤال بقى يكرهوا هنا الفعل المضارع مرفوع ام منصوب ام مجزوم تعال نشوف ان اختيارات بتاعتنا طبعا هنا زميلي قال لي ده هنا دي لام التعليل ما عرفش بصراحة تعال نشوف غيرها هل هنا واحد تاني قال لي لا دي مسبوقة بلام الجحود واحد تاني قال لي جبقان الناصبة واحد اخر قال لي دي معطوفة على منصوب تعال كده نقولها قال لا احنا هنا في اول الحلقة اللي هي عبرها عن ايه يا شباب ام ولا لو ضغمناهم تبقى قال لا يبقى الاجابة ماه لانه فعله مضارع منصوب بأم الناصبة اللي هي ممتعة فعلا بيكم انتم حلقة عن نصب الفعل المضارع وتعلمنا مع بعض ازاي نعرف ان الفعل المضارع فعل مضارع منصوب بأدوات النصب اللي حضراتكم عرفتوها ان لن كي حتى لام التعليل فاء السببية لام الجحود واو المعية اشكركم اعزائي طلبة وطلبات الصف الثاني السنوي والى لقاء اخر في حلقة جديدة من حلقات اللغة العربية على قناة مدرستكم المفضلة قناة مدرستنا